في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء للعام 2012 أجرى رئيس الجمهورية جردة لأبرز المواضيع بدءا من الانتخابات التي قال إنها يجب أن تجرى في موعدها متحدثا عن أمل في تكثيف الجهود لإقرار قانون جديد من وحي مشروع الحكومة في قضية المغطفين سأل الرئيس سليمان بماذا أفاد الخاطفون قضيتهم من استمرار خطف اللبنانيين معتبرا أن لغة الاتهام وتهديد المصالح ولسية مع المصالح التركية يجب أن تنتهي لأنها ترتد سلبا على لبنان وليس العكس في موضوع سلسلة الرتب والرواتب قال الرئيس أن أجراءاتها تبحث ومصادر التمويل تدرس بدقة كي لا يدخل البلد في خطوة غير محسوبة أما في تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية فرأى الأفضل تعيين مجلس الجامعة ليرفع هو الأسماء كي لا يظلم أحد وفي التعيينات قال الرئيس يجب استكمالها لكنه لن يوقع على أي مرسوم تعيين إذا لم يأتي وفق الآلية المعتمدة كل هذا بحسب الرئيس ولأن التركيبة اللبنانية استثنائية لا يستقيم الوضع إلا بالحوار الذي لا مفر منه وزير الشؤون الاجتماعية سجل اعتراضه على طريق التعاطي وزير الخارجية مع مذكرة السفير السوري التي تتهم الوزير أبو فعور بدعم المعارضة السورية والتكفريين تحت ستار النازحين طرح الأمر معالي وزير الخارجية والمغتربين بأنه لم يتبنى مضمون المذكرة وأنه قام بإحالتها وقلت رأيي بأنه في إحالة معالي الوزير ما يشير إلى تبني رد يصل قريبا إلى معالي وزير الخارجية والمغتربين لتحويله إلى السفير السوري ولبنان بما يفند ويرد على كل هذه المزاعة مجلس الوزراء أقر عددا بين البنود أبرزها إطلاق دورة الترخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وفق خطة وزارة الطاقة والمياه كما أقر مرسوم تحديد تعويضات هيئة إدارة قطاع النفط إنما معدلا لتصبح هذه التعويضات أقل بنسبة نحو 27% مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى في العام 2013 بعبدة في ثالث من كانون الثاني ويخصصها للبحث في ملف النازحين السوريين والفلسطينيين